السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا ترى ازاي نحزف باسورد اجهزة اوب ورلمي بدون حسف بياناته. طبعا عن طريق اداة انتول. الاداة مميزة جدا. وطبعا هيبقى فيه مسابقة اخر الفيديو هنعلن عنها. طبعا زي ما تشوفين كده الجهاز بيجي لك. طبعا بتكتب الموديل على جوجل. والموديل مكتوب على ظهر الهاتف زي ما انتم شايفين كده. بيبقى سي بي اتش. مش هفت الصورة واضحة لك ولا لا نحاول نوضح الصورة اكتر. سي بي اتش تسعتاشر آآ زير وتسعة. او سي بي اتش تسعتاشر زير وتسعة. اي موديل آآ اوبو بيبقى الموديل بتاعه. آآ الرلمي ار ام اكس. تمام? بتكتبه على جوجل والموديل بالزبب بتعرف الموديل بتاع الجهاز ايه. يعني الجهاز اوبو اي فايف وبتضغط على زر التعليقات الصوت وخفض الصوت لاجهزة الحادثة كلها لها الميديا تيك. تماما عشان تبوت معك. هنخش على قيمة التعريفات اللي هي بتاعت الوندوس بتاعنا. زي ما احنا متعودين كل مرة ومنعرف المعالج بتاع الجهاز ايه? آآ حتى لو ما عرفش تبحث عليه على جوجل. اهو. بنضغط على زر التعليقات الصوت وخفض الصوت. هيقرأ معاك بقى ايه? وانت مثبت التعريفات طبعا كلها. اهو. بيزهر معاك ميديا تيك. ميديا تيك بقى خلاص هنستخدم اداة خاصة بمعالج ميديا تيك. طبعا اداة الاداة دي شاملة جميع المعالجات. حتى معالجات الكرين هي سبعمائة وعشر اللي كل الناس بتبحس عليها. تمام? اللي هي سبعمائة وعشرة اللي يفك الواي تسعة الحاجات اللي هي الحديثة. وبضغط زر واحدة عن طريقة. طبعا في اقسام كده زي ما انتشفين كده احنا بنختار تالت قسم فيلم تمام? في عندك اقتيارين اه لفرمات. اللي هو حزف الباسورد. اول اختيار هنجربه. تمام? لو زبط معنا تمام يبدأ خاص باجهزة اوبو التاني خاص باجهزة الرلمي. تمام? فاحنا هنتجرب اول اختيار اه ما زبطش معنا هنتجرب ا تاني اختيار. هنجرب اول اختيار ونشوف. بعد ما نضغط على الباسورد وبعض لزر اللي هو كاتبك كده باللغة العربية وصل الجهاز وضغط على زر التعليد الصوت وخفض الصوت. تمام? طبعا الاداة دعم اللغة العربية وفاهم وزار جميلة جدا. اول لما يبوت معك بتشيل ايدك بس وتسيب الاداة تشتغل براحيتها لحد ما تخلص معك خالص وتفصل كابل الويس بي بعد العملية وتشغل الجهاز باور. اهو. كده مفروض خلص العملية بنجاح. وكده فك الباسورد. تمام? هنبدأ نفصل الكابل الويس بي بعد العملية كده. ونبدأ نضغط على زر الباور. تمام? نفصل كده. وبعد كده هنضغط على زر الباور لحد ما تجاهز ينور معك بتشيل ايدك من زر الباور. اهو. بعد كده يخش في وضع الميتة مود. اهو. ريكافر يمود اسف. هيخش في وضع اسمه ريكافر يمود. الريكافر يمود ده اللي هو خاص بعملية الفرمات من خلال الريكافر. هيحزف الباسورد فقط. يعني يعني هيحزف الباسورد. يعني هتقول لي طب الداتا كلها تبدل موجودة? لا. اه حفاظ بالداتا اللي هي ذاكرة الهاتف فقط. يعني زاكرة الهاتف مش هيجي ناحيةها خالص. يعني صورك فيديوهاتك اه لو كنت ساب برامج بدون تثبيت موجودة عندك برضو هتتحزف. اي حاجة اه فولدر اي حاجة موجودة على زاكرة الهاتف مش هتتحزف خالص. اه اي حاجة بقى زي الاسماء زي الجيميل زي تطبيقات كنتم ثابتة على الجهاز كله ده هتحزف. معنا زاكرة الهاتف فقط. كده بيبدأ يحزف مرة كافة. زي ما نشاهد من كده الادافة اها قوام جميلة جدا. قسم قاصب من تقدر تدخطى الاي عشرين الاي عشرة اس. وآ من خلال الخطوات ديت. تمام? اللي هي في قيمة الميديا تيك. وتقدر تعمل ضبط مصنع. تقدر فيك بيت لودر افل بيت لودر. اه عمل اصلاح للبوت. اه قافل حساب شاومي. يعني فهم زاكرة جميلة جدا. اه في اه قسم تمام? الاجهزة برضو نفس الكني فضع الفست بوت تقدر تفتح فتح صغرة المتصفح عن طريق تيوب. يعني فيها مزاعة جميلة جدا. وهنا اجهزة الخاصة اه اه اجهزة كتير هزا ما تشاهدين كده. تقدر تختار اي جهاز من الاجهزة ديت. اهو. وبتقدر تعمل ضبط مصنع وتخطى حساب جوجل. بتختار الشركة او الموديل وتتخطى عن طريق التست بوينت. تمام? اهو. لو اخترنا اي جهاز من الاجهزة دي بيزهر كلمة جنب كل موديل. اهو. يعني مسلا اخترنا جهاز تاني اهو. من الاجهزة دي سامسونج. اي جهاز تختاره هواوي اي حاجة. هتلاقي جنب الموديل كلمة تست بوينت. اهو. وحتى الموديلات كمان بتزهر لما بتختار اسم الشركة بتاعة الجهاز. اهو. خد بالكوه. لو ضغطنا هنا بقى هتشوف بتاع الجهاز. يعني الراجل ما يزبطك في الاداة. يعني مش هتحتاج ان انت تبحس على جوجل لا فيها كل حاجة الاداة. حتى التعريفات كمان. لو ضغطنا هنا هنلاقي تعريفات برضو تريد تثبت كل التعريفات اللي انت محتاجة. اللي هي خاصة بتعريفات الميديا تيك الكيرين الكوالكم. تعريفات الاداة عشان ما زهرش معك اخطاء. يعني كل حاجة. وهنا قسم خاص بالتست بوينت. شيء من الاجهزة الهواوي. والشاومي والسامسونج. اه طبعا بطريقة سهلة جدا. اهو. لو ضغطنا هنا من غير اللغة العربي الانجليزي. وطبعا في اقسام جميلة جدا في داخل الاداء. اهو. قسم خاص بالسامسونج. قسم خاص بالتفليش. تقدر تعمل رد بايتي اصلاح الزاكرة. وتقدر تعمل اه تخطي حساب جوجل للاجهزة القديمة. الموديلات الموجودة هنا في وضع الدون ووضع التفليش. هنخش عن كلمات الطوارئ ونبدأ نكمل شرح عن الاداء. بعد كده هيظهر آآ بالشكل ده بعد تخطى الباسورد واقف على حساب جوجل. تمام? ما نخش على مكلمات الطوارئ زي ما احنا متعاودون ونجرب الكود ده الاول. نجمة شباك تونمية وتنشر شباك او نجمة شباك تونمية وتلاتاشر شباك. ونستنى سواء لحد ما هي تخطى الوكل. لو ما تخطىش هتبدأ تخش على الاداء تاني. وتعمل تخطي تمام? تخطي حساب جوجل. بعد كده بنبدأ آآ نختار اللغة بقى نغير اللغة عشان بقى ده اللغة الصينية ديت. بنختار حرف الايه. آآ اختصار باللغات. تمام? عشان ناس تبقى عارفة. عشان طبعا في ناس ما بتعرفش تغير اللغة. فاحنا برضنا نشرح الطريقة دي. بنختار حرف الايه اختصار اللغة. ونختار تاني اختيار. ونختار اللغة. اهو. نضغط هنا كده. ونبدأ نبحث عن اللغة العربية. استنى السواني بس. هنختار اللغة العربية. اهو. بعد ما اختار اللغة العربية بالشكل ده كده بنضغط على الاختيار اللي فوق خالص. وبعد كده بنضغط اول الاختيار وبعد كده هنلاقي الجهاز اتعرب تعريب كابل زي ما احنا عايزين. طبعا. بنرجع تاني ونبدأ نخش على حول الهاتف ونشوف اصدار الجهاز والموديل وكل حاجة بطريقة سهل. اهو. حول الهاتف. نشوف حول الهاتف كده ننزل تحت. اهو. زي ما انتم شايفين كده. اسم الجهاز. ايه 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 فايف اس. الطراز اللي هو الموديل اللي بتكلم عنه ده اما حاجة تساعتاشر زيرو تسعة والاندرويد وكل حاجة اللي انت عايز تعرف عنها. حتى الحمايات موجودة في حول الهاتف. تمام. تعال تشوف مع بعض بقى ايه? آآ زاكرت الهاتف اتحزفت ولا لأ? اهو. يعني زاكرت الهاتف يعني عليه الدياتا موجودة ولا لأ? اهو. خدوا لك كده نستنى سواني طبعا لسه بتحمل يعني مش هزهر كل الدياتا دلوقتي. في حاجات ايه ظهرت ما اتحزفتش. هنستنى سواني هلاقي الجهاز ظهر بعد شوية بعد ما يبدأ يحمل ملفات الموجودة على الهاتف. اهو. سواني اهو حاجات كتير ما اتحزفتش اهو ازا كده ظهرت اهي? خدوا بالكم صوتيات آآ فيديوهات صور ملفات صور يعني كل حاجة على زجرة الهاتف ما اتحزفتش. طبعا الاداة مميزة جدا واداة محترمة جدا واللي مميز كمان في الاداة آآ معالجات الكرين ناس كتير كانت بتتكلم عن المعالجات الكرين هي سبعمائة وعشرة بالذات غير متوفر غير في اداة طول وادوات تانية فالاداة دي مميزة جدا اه لو كسبت معانا اداة اه تفعيل لمدة سنتين مجانا طبعا هيبقى الفايز الخامسة اللي هيكسبه معانا هيكسب لمدة سنتين يعني المسابع على خمس اه اشخاص هيكسبه معانا اللي هيعملو بس اللي هيخش في جروب الاداة عشان لو كسب معانا وهيبدأ يعمل تعليق واحد بس تحت الفيديو اللي احنا نرفعه لهو ده تمام تعليق واحد ويتأكد من اشتراكه في القنوات ويعمل شير للفيديو بس هو ده اللي احنا عايزينه مش عايزينه اكتر من كده تمام وتفعلك جرس على كل جرس التنبيهات علشان تعرف اه اي فيديو بارفعه على القناة يجي لك اشعر بي دي اهم حاجة واهم نقطة تمام هنستنى لحد ما الجهاز يفتح كده تمام خلاص هنكمل باقية الشرحات زي ما انت شايفين كده ده قسم خاص اه اجهزة ودي اجهزة برضو خاصة بالشاومي يعني من خلال صغرة احنا عارفنا اصدار خمسة تعمل تخطي حساب جوجل حساب شاومي تعمل وتعمل حسف ده قسم فوضع يعني تريد تعمل اي عملية انت عايزها من الفوضعيات يعني تبقى انفعها لخيارات المطور هنا تعمل اعادة تشغيل دخول في وضع لو في مشكلة في الاسرار دخول في وضع دوان مود الدخول في وضع تعمل ايقاف للجهاز معالجات اللي بتكلم عليه واخر اه معالج سبعمائة وعشر اخر اصداره تمام بتنضع عليه والدخل الجهاز تيقرا في وضع وبعد كده بتتخطى زي ما انت شايفين كده تتخطى اه احساب جوجل اف ار بي بضغط الزر واحدة عن طريق التستبوين تمام عن طريق اختيار سبعمائة وعشر يعني لما يجي لك جهاز سبعمائة وعشر تقدر تعمل على الادة دي بدون اي مشاكل تمام اه طبعا الاداة مميزة جدا بضغط الزر واحدة تستخدم اي حاجة من خلال الادة يعني يجي لك جهاز معالج كوالكم هتبدأ تتجه على معالج معالجات الكوالكم داخل الادة لو جالك جهاز ميديا تيك هتخش على قسم الميديا تيك اه يعني في اقسام جميلة جدا داخل الادة طبعا احنا قلنا في اخر الفيديو هنعلن عن المسابقة طبعا شروط المسابقة اه اول من الفيديو ده يترفع هتكتب التعليق واحد تحت الفيديو ده تمام وتخش على القنوات بتاعتي وتتأكد من اشتراكك في القنوات وتكون متأكد كمان ودي خطوة مهمة جدا انت تكون مفاعل الجرس على الكل لو مش مفاعل الجرس على الكل اي فيديو هضيفه جديد زي فيديو مهم زي المسابقة كده تمام مش هيجي لك اشعار بي يعني مش هيجي لك اي اشعار غير في الاخر خالص بقى مع الناس كنت اخدت المسابقة واشتركت وانت ما تعرفش اي حاجة عشان انت قافل عمله الجرس خاص تمام هتخش على القناة التانية وقناة التالتة وتبدأ تعمل الجرس على الكل لازم تتأكد من الجزئية ديت علشان زي ما انا قلت اي فيديو يجي لك يجي لك تنبيه بي يجي لك اشعار على الشاشة كده اللي هو في فيديو محمد رفع وتقدر تستفاد من المسابقة او من شرحات اللي انا بقدم طبعا ده قسم قاس بقوامة تشغيل تريد تستفاد منها شرحات عملية وبس مباشر وشرحات كمبيوتر طبعا لو عجبك شرح بتاعي منساش تعمل شرح القناة وتفعل زر الجرس وعمل اصحابك عشان غيرك تستفاد وتنساش تدعم لو عجبك الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.